مع اقتراب امتحانات التوجيهي تسود أجواء طارئة داخل منازل الطلبة ويسعى الأهل لتوفير كل سبل الدعم النفسي والأجواء المريحة لأبنائهم بالإضافة طبعا لدعم نظامهم الغذائي فما هو النظام الغذائي الصحي والسليم الذي يوفر لهم الطاقة والحيوية الدائمة وما هي الأمور التي يجب الابتعاد عنها نناقش هذا الموضوع مع إخصائي التغذية دكتور أسامة طلح أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بحدثكم مستمعين كرام صباح الخير وحمد الله عسلامتك بداية شكرا الله يسلمي الحمد الله ورماء عبد الرطب دكتور يعني إحنا هذه الأجواء أجواء منازلات التوجيهي وهي أكيد توتر وضغط نفسي سواء على الأهل أو على الطلبة منعرف كمان أنه يعني العقل بيأخذ 50% من طاقة الجسم فقدش مهم أنه يكون فيه نظام غذائي صحي ومتوازن للطالب يعني بالتحديد في هذه المرحلة اللي بيحتاج فيها للطاقة إذا فيه طاقة هاي لا شك أنه هذا من المواضيع المهمة جدا يعني لأنه كل سنة فيه توجيهه زي ما حكيها لما شوي والأسف الشريب تلاقي دائما المستوى النجاح متدني ويرفعه مرة ومرتين وثلاثة وللسه يدوب طب أصبح فيه مشكلة هون فضلت حدثك وحكيت في المقدمة أنه دور الأهل والدعم النفسي هذا إش أساسي لأنه إحنا بنحكي أنه الدعم النفسي والصحي والاجتماعي الأمور الثلاثة هذولي فيهم قاسم مشترك اللي هو التغذية إذا صلوح الغذاء النفسية بيتحسن اجتماعيات والإبداع والإنتاج والتحصيل العلمي بيكون الميح والصحة بيكون الميحة لأنه إذا فيه حالة مرضية معينة العقل السليم في الجسم السليم بالطلب غذاء سليم أكيد الجسم السليم نحكي أنه الجسم المنتج اليوم يعني فيه ناس ما شاء الله عليهم منظر بيكون لكن عطائهم أو طبعا إنتاجهم أو إبداعهم بيكون محدود كثير فهنا بهمنا أنه كيف المخك بيشطل وكيف ينتج وكيف يطور البلد يعني الآن التوجيه طلاب التوجيه طبعا هو مرتبط الامتحان بالرعب والإرهاب دائما ما تحسن يعني ليش ميكون زيه زي أي امتحان تاني حتى بعض الناس يعني إذا نفسهم تريها بنتجوا بجيوة تحصيل علمي علمات ممتازة أحسن ما بجيوها في الامتحان التوجيهة مثلا صحيح فالحقيقة لازم يكون هناك إعادة نظر وفي الأساس أنا بقول كله تغذية إذا صلوح الغذاء كله صلوح الأشياء التانية هلأ مشاكل سوء التغذية هي على مستوى الأسرة إحنا ما بنا نقول يا طالبي توجيهي أو يا بنتي في التوجيهي اعمل هيك كل هيك وبعدين الأم بتاكلش هيك وبتشربش هيك والأهل بعملوش هيك صحيح يعني بدنا شغلك جزء من كل عشان تكون شغلة فيها نسيابية وفيها متعة يعني ما تكون عبئة على كتاف الناس يعني يكون في قدوة كمان في المنزل يعني للأبناء يعني بقول لنا شرب المي يعني من الأساسيات شرب المي الجسم بده تروين يعني الشتة الخضرة إذا ما عططيها مي بتنشى بتموت وبعدين إذا عططيها كمية محدودة مثلا أو بالمناسبات بجوز يادو بتكون يعنيها شادة حيلها بس إحنا بلايها تكون خضرة وتلمع ومزهرة أو متمرة فهذا هو المطلوب فالمي أساسية يعني نعود كل أهل البيت شربهم باستمرار بتنشط خلايا الجسم كلها بتحديد الدماغ المي هي الوسط الأساسي اللي بوصل المغزيات لكل خلية فإذا ما فيه وسط جيد زي الماء أو المي فمعاته أد ما نأكل أد ما نشرب بتلاقي الواحد ما بينتج أو بيكون تحصيله علمي محدود هلأ وجبة الإفطر على سبيل المثال مثلا يعني بقول لأن كل طلاب بتتوجيه مثلا إنه هذه أساسيات مش بس فترة امتحات التوجيه نصير نفطر بشكل عام وجبة الفطور هي أهم وجبة يعني أكيد ما العناسي غذائية لازم تكون تحتويها يعني بيكون الفترة الصباح هي أكتر فترة بيكون الإدماغ فيها يعني متنشط والجسم بحاجة فيها أنه يعوض يعني النقص لأنه بيكون مثلا إليه ست أو سبع ساعات يعني نوم فبده طاقة فإش هي العناسي غذائية ممكن تكون موجودة في الفطور هذا يتطلق بالساعة البيولوجية بعد النوم وبدء العمل والنشاط حلو أن يكون هناك بقول للناس ما تخافوش من النشويات النشويات هي مصدر أساسي للطاقة ما تخافوا حتى مريض السكري لازم يكون نشويات خصوصا بالصبح لأنه بيكون إليها حرق يعني خلال النهار يعني مش عملا كلها بالليل حتى لو بالغوا في أكلها برضو مش مشكلة المهم أنه يعني ندفعهم هذيك الساعتين أو ثلاث ساعات اللي يمشوا منيح بالشارع يروح على الامتحاد صحصحين طالب التوجيه مش لازم أن لا يهتم موضوع الرجيم أو نقصان او تقصو عن بنات يعني المرض المزمن صلوا 150 سنة بلاش هل فترة الشهر أو الشهرين نقعد نصليح فيه لا هلا يا دوب نحن نكون عصابنا متريحة هلا الفطور حلو يكون كاسة حليب مثلا أما خالية الدسم مش خالية الدسم هذه إليها حكي تاني يعني بخاف من السكري بخاف من النصاحة قد تكون خالية الدسم حلو يكون مش حليب كاسة لبن ممكن يكون خضرة ممكن يكون بيضة مصدر بروتيني منيح ممكن إشي حلو كمان إذا مربأ أو تطيئ نحن ما فيش مانع إحنا برضو نحن نخاف من وزن زايد ولا إشي مثلا معلقة العسل لتعطي طاقة يعني كمان يعني كل الأكل في النهاية من عسل لخبز لخضرة يتحول لطاقة في الجسم فإحنا المفروض إنه نحصل يعني نوفر هذه الطاقة هاي مصادرها المتعددة فإحنا نقول التوازن أو التنويع إنلون أكلنا يعني حلو الصفرة تلاقي الواحد يحب عشان الواحد أصلا لما يجي عادة توجيه يتسكر منافسه فمش معل الصبح بإنوكول وروح يمتحن ما هو الواحد يكون يا أما مسهول يا أما ممغوص يا أما عسان يعني أما عنا مفتحهم بالكافيين والقهوة والدخان مشان بس يروح الصحصح لا إحنا الواحد تكون يصحى بدري شوي إلاقي الصفرة حلوة شوية خضرة خيار بندورة خاص مثلا أشياء تفتح النفس إلاقي لمون إلاقي بردانة مثلا إلاقي عصير إلاقي كاسة حليب إلاقي خبزة مرتبة بطارية مشياب سيبدو أسبوع لها يبلها يكون في هذا التنوع الغذائي والألوان الغذائية اللي بتفتح النفس طيب دكتور يعني إذا حكينا عن موضوع إنه مثلا ثلاث وجبات رئيسية أيهم أفضل يعني ثلاث وجبات رئيسية فطور غدا عشا ولا إنه مثلا وجبات متقطعة مثلا خمس أو ست وجبات يعني في فترات متقاربة يعني هم حتى لو ستة المهم الأساسيات الفطور والغداو العشا أساسيات إلا إيش بينهم هذي منسميها السناك أو العصرونية أو العصرونة أو الأشياء هاي هلا حلو مش معقول واحد يأخذ مثلا على الامتحان مثلا يعني طبر وير في فتوش في سلطة يعني ممكن يأخذ كمشة مكسرات أزبيب...الجوزme أو باسكوت حنا برضو خلينا شو متحافظ عكايات الباسكوت لأشياء المالحة هاي يعني خلينا مثلا مش غلط أنه يأخذ خضرة يعني كيس ناله المغسولات أك engineers مش تهم ولا حلو ولا إنه حتيج الإعلاني يصوروا عليه وقت التوجيه بيقولوا جريح مثلا يعني مش جريمة المبدأ إنه يفصل في البيت المبدأ إنه بعد الفطور يكون بمعدل ساعتين ونصب ثلاث ساعة ونصب يكون في السناك أو عصرونية بعدها وجبة الغداء الرئيسية بعدها بثلاث ساعات ساعتين ونصف نكون فيها العصرونية الثانية تجد طلاب التوجيه دائمًا قدامهم السندوشات على أساس أنهم مش فاضين يقعدوا على الصفر الوجبة السريعة تحت منظورة بروح لعمرهم مش فاضين فأقول أنه حلو هذا النهار التوجيه ليس مشكلة لأنهم يفطروا في المنزل وخلال ساعة من الاستيقاظ ليس أنه يسحى الساعة خمسة ويفطر الساعة تسعة بطل الفطور هذا الفطور يكون خلال ساعة إلى ساعة ونصف أقصى من ساعة الاستيقاظ بعدها ساعتين ونصف ثلاث ساعات قد تكون مكسرات قد تكون سندويشة حبة خضراء كأسة ماء عصيب طبيعي دكتور موضوع يعني الطلاب التوجيهي يرجعون الكافيين كثير يعني ممكن يشربوا قهوة ممكن يشربوا حتى كمان هذا نحن نحكي عن مشروبات الطاقة اللي فيها الكافيين يعني مهم أنه يبتعدوا عن هاي الأشياء لأنه طبعا هم بفكروا أنه لازم يسهروا أنه بحاجة لهذا الكافيين عشان يخليهم صحيحين فهل بالفعل أنه فيه كمية محددة مثلا بإمكانهم أو مسموح أنهم يأخذوها أو أنه يبتعدوا إطلاقا عن موضوع الكافيين طبعا الكمية المحدودة دائما يعني الزائد أخوة نائس مثلا فينجانين القهوة ثلاث فرنجين قهوة ولا خمس علب من مشروب الطاقة ولا عشرين علبة كولا أو سبرايت كل المياه الغازية بشكل عام لأنه هذه برضو إلها أضرار تعطي إحساس كاذب بالشبع والطاقة يعني بحسوا أنهم بايونيك وأنهم عقوياء لكن بطبه خصوصا مشروبات الطاقة يعني ممكن تعطي مفعول سريع بعد شوية ترجع على طول بعد شوية على طول لأنه جسم مش مبني على أساس هلأ أنت ممكن تبني بيت طبعين ثلاث أربعة حمس طوابع لكن حط العفش بتلاقي الانشقاقات والمشاكل والهد والأشياء المفروض يكون في أساس قوي يعني هلأ إحساس ما تشربوا هذه الأشياء بس إنه ما يبالغ في شربها النوم المريح في الأساس إنه مش قول والله من الصهر للصبح وبعدين ممكن ساعتين ثلاثة ننام في النهار لا برضو لازم يكون فيه عدد كافي من الساعات إنه من 6 إلى 8 ساعات هذا إشي مهم كمان الاعتماد على أشياء المنبهات خاصة فترة الانتحان المشميح لأنه ممكن يوصل الانتحان يطبه ينام على الوراء وما يعرفوا شي حلو يعني هذي بضل يبطل يعطي مفعول أكيد لأنه على المدى المعيد إليها سيئات سلبية كثيرة عدل إدمان عدل إنه بتخلي الجسم مثلا ما يشربش مي لأنه المي الأساس فهي الأشياء المشروبات تخلي واحد لا يشرب مي هلا الاعتماد المنبهات هناك أشياء كتير منبهات إنه أي أكل إنه إنسان لما يخلي جسمه لحد ما فيه وجبات خفيفة وجبات متنوعة هاي أحصل مصدر للطاقة أما حكاية إنه يلجأ مثلا للحبوب والبودرات والأشياء هذه كلها إضرار على المدى القريب والمدى البعيد نحن نتحدث عن الحبوب أو المكاملات الغذائية بس كمان دي أخلي أضل في موضوع المشروبات ممكن يشربوا كمان المشروبات المهدئة مثل الأعشاب يعني المرمية النعنع الينسون يعني هي كمان بتعطي أو بلاش الينسون يتذكرون عشان الإنسان عصاب على نكشة سواء الأهل ولا الطالب التوجيهي سواء الطالب بنت أو ولد فالمفروض بأنهم مهدوء حلو إنه إذا ما تفضلت حضرتك وحكيتي المشروبات العشاب المهدئة البابونج الينسون الزعتر المرمية الزهورات الحلبة وعليها حكي كثير يعني مفيدة جداً مريحة للأعصاب فهذه الأشياء بتعطي نوع من الراحة والطمأنينة كاسة الحليب مثلاً خاصة الفترة المسائية المفروض إنه الإنسان يعني عشان يكون مصحصح ويقدر ينتج لازم يكون متريح مخه متريح جسمه عنده مخزون جيد من الطاقة فهذه تحصل على طريق إنه الإنسان يعني خطوات بسيطة ومنتجة أحسن ما يمشي خطوة كبيرة ويوقع له محصل الإشياء المنيح ولا مريح نفسه فالمفروض إنه ما بين الوجبات ممكن تكون هيا لها هذه فاتحة الشهية منيحة برضو أنا كون بي أخبرك هذا الموضوع دكتور يعني في طلاب توجيهي كثير منهم بثير عندهم توتر عصبي حتى يصبح هيا هيا عندهم توتر أنا أحسن فأنت ما وحبت كل اللي ينجح فبصير فبصير في معدتهم يعني ترفض الأكل يعني ما بصير لهم نفس أو ممكن أنه يستفرغ الأكل فمثلا ممكن يهدي يعني المعدة ممكن يشبه كسة حليب أو أشياء معينة أنه ممكن تفتح نفسهم يعني للأكل النوم المريح الأشياء المشروبات الدافي هاي قبل النوم يصحى الواحد بدري براحته يفطر منيح يعني وقت الإفطار ليس يحط الكتاب واللؤمة يعني يركز في الفطور يعني 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 لأنه أسلوب الإجماع الجو الامتحانات كله بشد الأعصاب بخلوا أحد ممبوص رايح الصبح ملوش نفس يشرب بدي يشرب لا بس بعد الامتحان خاصة الامتحانات الشفوية أو فبتلاقي الإنسان عصابة مضطربة فلاحلو أنه الأهل يحط نفسه لأنه لا يريد أن يكون لديهم أكثر هناك الثقافة مجتمعية أيضا حتى الآهل يأتي لأنهم ضغط مجتمعي من أبلغهم والأصدقاء والأصدقاء وكل يتوقع أنه قداش بتجيب معدل يعني كنت طالب من زمن أنه يعاد النظر في امتحان التوجيه بطريقة أخرى أنه فيه عليحك كثير فأخرت حكاية ثقافة التحضير للتوجيه لأنه قلت بكرة بتعدل التوجيه فمالهاش لزوم الثقافة هاي أنا شايف هذه صارت كرونيك مزمنة فلا بنا نحكي حسنا نحكي عن موضوع تغذية طالبة التوجيه نحكي عن تغذية المرأة الحامل نحكي عن تغذية طالبة التوجيهة كيف نحكي عن تغذية الأسر المحرر المحررين أو تغذية الإضراب عن الطعام أو تغذية المسنين هلأ نقول تغذية طالبة التوجيهة وأنا أبدو هلأ حلو لغاية ما نحل المشكلة نبدأ فيها ونعززها وتبدأ من بداية العام الدراسي ليس وقت الامتحانات لأنه هون يعني بعد ما تخرب مالطة نصلح الأمور لا تزبط نفس اللي بتعطي المعلومة هي مرتبك لما أعطي لها أي إنسان على مستوى البيت اعمل هيك كل هيك خلال خمسة شغلات بتوتر الإنسان ويطبقهم مش لأنه إحنا نسمع لكن نسمعش مضبوط وإذا أخذنا المعلومة منطبقهاش وطبقناها بتكون من غير نفس لا أنا بدي الأشياء تكون بش طريقة ثيابية إنه يدخل على الامتحان زيه زي امتحان عادي اللي يجيب المعدل العلامة يحس إنه درس وبالتالي دخل الامتحان وفي نفس الوقت في ناس معهم ابني جاب تسعة وتسعين في التوجيهة وما عندوش منحها يعني فالناس بقول هي طب هاي أول تسعة وتسعين ما زبطت معوه يعني الفكرة إنه ما يطلع المعدل واحد خلاص إنه إنسان عمل عليه عليه ومعدين في ناس الحياة فورص يعني طيب دكتور خلينا نحكي عن موضوع الحبوب يعني في فترة الامتحانات دائما بصير حتى إعلان عن بعض الحبوب اللي هي لطنشيط الذاكرة تنشيط التركيز فيه جزء منها بيكون كيماوي وجزء بيكون منها من نباتات عشبية فهل بالفعل هذه ممكن تساعد الطالب أو قديم ممكن تكون مضرة طبعا قديم ممكن تكون مضرة أنا معت وجود إنه ضرر لأنه إحنا نطلع إنه هذه حبة صغيرة هذي ملا بدي يأخذ حبتين لأنها جابت نتيجة مع فلان أو فلانة وهي يظلوا صحين هذه أضرارها كبيرة على الكلاة على الكبد على الدماغ المفروض إنه الإشي الطبيعي إحنا إذا ما في إذا الإنسان بيأكل منيح وفي نفس الوقت إنه مش جايب نتيجة معه فأكيد في خلل قد يكون عنده سوء امتصاص لبعض العناصر الفيتامينات ممكن يأخذ بعض المكملات الغذائية تحت إشراف طبي يعني ممكن إنسان يعطيه مكملات غذائية زي بيتامين بيتولب على سبيل المثال حبوب حديد لأن الحديد كمان مهم جدا بالمناسب بأنه عمل الفحوصات الطبية المحبرية مهمة جدا كمان لأنه واحد عنده فقر دم لو نجيب كل العلم نحطه عراسه وننيم نربط الكتاب بشريطه عجبينه ويصحى مش هيستوعب العلم لأنه يكون القدرة الاستيعابية في دماغ ضيفة لأنه فاقد الشيء لا يعطيه لو يكون عنده فقر دم سعيتها منضطر إنه نحسن الحالة الغذائية ونعطيه دوا اللي يتنشط لأنه بعاني من ناقص فقر الدم يعني لازم نعمل فحوصات للطالب من بداية السنة الدراسية مثلا ويكون هناك متابعة حالته الصحية عشان ينعمل برنامج غذائي يناسبه ويمكننا نعطيه مكملات لعطيه حبوب بيتامين بالمناسبة حكيات الملتيفيتامين و العدة هذي هذي فيه اشي بيخرب ايشي بيمنعم تصاص اشي الجسم اللي بده هديد نعطيه حديد بده زنك نعطيه زنك ما نعطيه ملتيفيتامين تعمله إسهال، تعمله إمساك والمناسبة النشاط الجسميه مهم جدا يعني نقوله الإنسان طالب التوجيه صحر لك نص ساعة ربع ساعة في نهار اطلع اطلع بره ونسكر الكتب يعني غير لانه اذا بده يوعد اكتر من ساعة يدرس الاشياء خلاص بلاقي حاله قدامه حيط مسدود يعني نشاط الجسماني اه فائدة كبيرة جدا في تنشيط خلايا الجسم كلها تنشيط الدورة الدموية تحسين الاداء والاستيعاب والتحليل هلا بالمناسبة انه فيه شغل مهم جدا بالناس بطرش في بالهم اللي هي النفس العميق لما نقول مثلا جاب اشي زاكي هيك على الستوديو مثلا ومعجزة تلاقي كل الموظفين هجموا هوا هي هولدت طولوا بالكم خدوا نفس خدوا نفس النفس العميق بعطي باكسجين للخلايا بشكل ميح يعني زي ما شهيق وزفير بطيئين جدا هذا بنشيط الخلايا الجسم لانه في النهاية يبين اكسجين للدماء طبعا هذا كله اشي متكامل يعني اللي هي الرياضة زي ما حضرتك تفضلت يعني الانتباه للجلسة النفس الغذاء هذا كله لازم يكون متكامل بس على موضوع الحبوب في مثلا نفسة الجنجل يعني كمان عم بصير إلها يعني بنحكي انه هي بتاع التركيز بتكون على شكل حبوب يعني هذا اشي طبيعي فهل بالفعل هذا اشي مساعد نجيب اشي نقاط نجرب في خلال شهر شهرين يعني ما لها زنجبيل مثلا زنجبيل معروفة عزمة الإنجليز وماشي حالة ممتازة احكي نصحي انا قرأت عن انه زنجبيل بساعد بس يعني بالفعل انه انه له فوائد يعني بمتعلق بزحسين وزاكرة حارفة الدهون بتعطي طاقة ميحة لدماغ بوصل الاكسجين بطريقة ميحة بتنشط الدورة دمية خاصة للدماغ نضع قليلا مع الشاي الأخضر مع كاستل ماي مع اللمون شيء مجرب وشيء لا يوجد حكي سلبة كثيرا أما هناك وقت الامتحان لا تزمط أو لا تزمط لا، لا حرام شخص متوتر من غير الواسطة الأشياء الطبيعية في الدرجة الأولى أيضا أعطي الخبز لخباز الأخذ نصته ما المانع الوحيد أن يذهب إلى الدكتور السنان قبل أن يخلع السن أخصائي التغذية العلاجية يرى وضعه لديه نقص بيتامين بيتولب طويل، أصير، ناصح لديه شحوب، لديه مشاكل في الكبد ما المانع؟ الصيانة مطلوب أما السيارة الجديدة يحرصوا على أن يزود الماء ويفتحوا الروديتر مرتين ثلاثة في النهار لأن الماء حديد هذا أما صحة الإنسان سبحان الله طبعا كل واحد يحب حاله أناني بالطبع لكن ليس لدرجة الإيجابي يدير باره على جسمه هذه أمانة يدير باره عليها يديرها مقايا خير من قطاع العلاج أكيد، دكتور أسامة صلاح شكرا لوجودك معنا ومتمنى لكل طلبة توجيه غذاء صحي وسليم وتكامل وأكيد النجاح في امتحاناتهم إن شاء الله، إن شاء الله شكرا لحضرتك مشاهدينا، دعنا نذهب لفقرة لاصحتك ترجمة نانسي قنقر